أهلاً بكم يا أصدقاء، هل سبق وأن وجدت فيديو رائعاً على الإنترنت، ولكنك لم تفهم اللغة التي يتحدث بها؟ أو ربما لديك فيديو رائع تود مشاركته مع العالم، ولكن جمهورك يتحدث لغات مختلفة؟ حسناً، لم تعد هذه مشكلة بعد الآن. بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، أصبح بإمكاننا الآن ترجمة الفيديوهات بسهولة، ومن أي لغة إلى أي لغة أخرى. في هذا الفيديو، سوف نستعرض تطبيقاً مذهلاً يستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة الفيديوهات بدقة وسرعة. سواء كنتم ترغبون في فهم محتوى فيديو بلغة أجنبية، أو تريدون مشاركة محتواك مع جمهور عالمي، فهذا التطبيق هو الحل الأمثل لكم. تابعوا معنا لمعرفة المزيد عن هذا التطبيق المذهل وكيفية استخدامه. خطوات التحميل افتح متجر التطبيقات على هاتفك، سواء كان جوجل بلاي للأندرويد أو أب ستور للآيفون. استخدم ميزة البحث داخل المتجر، واكتب اسم التطبيق زيمو. عندما تجد التطبيق، اضغط على زر التحميل ليبدأ تنزيل التطبيق على هاتفك. بعد تثبيت التطبيق، افتحه لتبدأ في استكشاف مميزاته. سأشرح لكم في الفيديو كيفية الاستفادة من كل ميزة يقدمها التطبيق. ملاحظة مهمة، من الضروري متابعة الفيديو حتى النهاية لتتعلم كيفية استخدام التطبيق بشكل مجاني وكامل. بما في ذلك طريقة إزالة العلامة المائية إذا كنت ترغب في ذلك. بعد فتح التطبيق، قد تواجه صفحة تطلب منك الاشتراك في التطبيق، لكن لا تقلق. فلست بحاجة للاشتراك لاستخدام التطبيق. ابحث عن علامة X في أعلى الشاشة، واضغط عليها لتغلق صفحة الاشتراك. واجهة التطبيق الرئيسية، ستجد في الواجهة الرئيسية خيارات متعددة. منها خيار أي، الذي يتيح لك كتابة النصوص تلقائياً على الفيديو. بجانبه، ستجد خيار ترجمة التسميات التوضيحية، والذي يمكنك من خلاله ترجمة الفيديو الخاص بك من أي لغة إلى أي لغة أخرى في العالم. خطوات ترجمة الفيديو، واستخراج الكلام بشكل مكتوب تلقائياً. الوصول إلى الفيديو، اضغط على ترجمة التسميات التوضيحية. اسمح للتطبيق بالوصول إلى الفيديو الذي تريد ترجمته. إنشاء حساب جديد. في واجهة تفعيل الحساب، اضغط على تسجيل الدخول مع أي ميل. اضغط على سجل الآن. استخدام بريد إلكتروني مؤقت. افتح متصفحك، مثل جوجل كروم. ابحث عن بريد مؤقت، واختر خدمة مثل تامبي ميل. انسخ عنوان البريد الإلكتروني المؤقت الذي تم إنشاؤه. أرجع إلى تطبيق زيمو وصقه في حقل البريد الإلكتروني. اضغط على استمرار. التحقق من البريد الإلكتروني. أرجع إلى المتصفح، وابحث عن رسالة التحقق من زيمو في البريد المؤقت. انسخ كود التحقق. أرجع إلى تطبيق زيمو وأدخله. أدخل كلمة مرور عشوائية، وأضغط على استمرار. 5. إعدادات الترجمة في الواجهة الرئيسية، اختر اللغة الأصلية للفيديو، اللغة المتحدثة. اختر اللغة التي تريد ترجمة الفيديو إليها، ترجمة التسميات التوضيحية، اختياري، فعل خيار الرموز التعبيرية لإضافة رموز تعبيرية باستخدام الذكاء الاصطناعي. اضغط على الاعتراف، معالجة الفيديو والترجمة. سيقوم التطبيق بمعالجة الفيديو وإنشاء الكتابة التلقائية والترجمة. يمكنك تعديل طريقة عرض الكتابة بالضغط عليها، واختيار التأثير الديناميكي، واختيار الشكل المناسب. تصدير الفيديو، اضغط على تصدير أعلى الشاشة، ثم تصدير مرة أخرى. سيبدأ التطبيق بمعالجة الفيديو النهائي مع الترجمة. تهانينا، لقد نجحت في إضافة ترجمة إلى الفيديو الخاص. دايماً يا عزيزي ألاقي نفسي على تيك توك، محطط لي شاشة أبيض واسود وليس بتغني وراي. بلاقي نفسي كمان يا عزيزي بقول كلام ما قلتوش. أنا على تويتر بقول كلام أنا معرفش عنه حاجة. هل تريد معرفة كيفية استخدام التطبيق مجاناً وبشكل غير محدود ودون علامة مائية؟ إليك الخطوات. شاهد الفيديو الآخر الموجود في الرابط في أول تعليق مثبت. اتبع الشرح المقدم في الفيديو. شكراً لكم على المشاهدة. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. شكراً لكم على المشاهدة.